في كده خبر هختم بيه معاكو من محافظة الاهلية معلش كده قلهولي الحمدي يعني ياريت نارده اه اه محافظة الاهلية دخل مدرسة ويعنف هتشوف حدك حالا دلوقتي ويعنف مديرة مدرسة على عدم النظافة ويطلب منها ان يقوم التلاميذ بذلك وعندما رفضت حوالا للتحقيق فقامت بتقديم استقالتها طيب شكرا انا كده شكرا انت خلاص تعالي وعصدق اللي بالحضرتك هو يعني يعني رجل عنده حسنية ورجل عنده غيرة على المدرسة ونظافة المدرسة ولكنه لا يعلم ان هناك معاوقات لهذه المديرة وغيرها من مديرين المدارس خليني اقول بشكل كبير في صرف جنيه على العمال انه يجيب عامل ويدي له اجر والاجر في الحقيقة هو 700 او 800 جنيه في الشهر في حين ان المدارس فيها فلوس في ميزانياتها ولكن محدش بيقدر يصرف منها جنيه ليه؟ علامة استفهام كبيرة مش عارفين ونرجع نشتيك نقول النظافة ونظافة الحمامات ونظافة المدرسة انت محق سيدي المحافظ في انك تطالب ان تكون المدرسة نظيفة انت محق في ذلك ومشكور على ذلك ولكن لابد ان يكون لك ايضا اجراء عقابي ولكن ليس للمديرة فقط خليني اقول ولكن للاجهزة الاخرى المعاونة وللادارات الاخرى المعاونة والمدريات الاخرى المعاونة منها المالية مثلا انتوا ليه بتوقفوا الصرف وبتوقفوا صرف في فلوس ناس دي كلها فلوس ناس الطالب لما بيدفع المصروفات بتاعته جزء كبير منها بيروح ويتوزع على أنشطة وغير الأنشطة على بنود خلينا اقول مش هتوهج من هذه البنود يحق لمدير المدرسة بموافقة مجلس الأمناء انه يعين ناس بالأجر كعمال نظافة كإداريين كمشرفين كاستقبال كأمن وما الى ذلك ولكن مع ضيق اليد برغم انها مش ضيق يد التعبير بتاعي ده ممكن ما يكونش دقيق مع ضيق الافق للبعض الحسابات بتتجمد الحسابات بتقف وبترجع في 31 أغسطس من كل سنة ملايين ممليانة ما خدناش منها جنيه من مدارس وترجع زي ما هي وما نستفدش منها حاجة إلى أن صحونا في 2014 على كارسة في إدارة من الإدارات مدير إدارة كان بيستولي على 335 مليون جنيه وحلياً محل الجنايات ومحبوز في هذه القضايا منين ناس بتقولك هو الإدارة فيها 335 مليون مدرسة واحدة بس تجريبي ميزانياتها السنوية متوسطها 4 مليون جنيه ترجمة نانسي قنقر